منذ يوم امسن الثلتاء وضع الكمامات الواقية اجباري في المغرب وذلك بالنسبة لجميع الاشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية وموازاتا مع ذلك دعا الوكيل العمل الملك رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين الى العمل على التطبيق الصارم والحازم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي دورية الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة تشدد على عدم التردد في اجراء الابحاث واقامة الدعاوى العمومية بشأن الافعال التي تصل الى علمهم وبشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الواقية في حال الخروج من المنازل الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة حث ايضا على مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم طيلة فترة الحجر الصحي الاستمرار في اشعار رئيس النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في اطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والرجع اليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقها رئيس النيابة العامة ذكر بان عدم حمل الكمامات الواقية من قبل الاشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لاسباب خاصة يشكل جنحة يعاقب عليها القانون كما ان عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفاصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحية المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة او خرق غيرها من التدابير الاخرى التي قررت السلطات العمومية المختصة في هذا المجال كما ان عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات يعتبر جنحة اذا تم بوسطة العنف او التهديد او التدليس او الاكراه ويعاقب عن هذه الافعال بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين ثلاثمائة والف وثلاثمائة درهم او باحداهتين العقوبتين حول هذه الاجراءات القانونية نستمع الى الخبير المعتمد والمستشار القانوني عبد الوحدة بيلج يستعرض العقوبات المقررة في حق المخالفين في هذا التصريح اعطى المشرح المغربي للحكومة خلال فترة اعلان حالة طوارئ الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وادارية او بواسطة مناشير وبلغات من اجل التدخل الفوري والعاجل الحلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة بحماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهم وهذا حق دستوري يستمد اسسه من الفصل 21 من دستور المملكة لهذا عاقب المشرع المغربي في المادة الرابعة كل من لم يتقيد بالاوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشارئ اليها في المادة الثالثة المذكورة السالفة وذلك بعقوبة حبسية من شهر الى ثلاثة اشهر وبقارة ما تتراوح من 300 الى 1300 درهم او باحدى هذين العقوبتين لهذا من جانبي حفظ جميع المواطنين تقيد بالاوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية حفاظا على سلامة الجميع